شابتر اتنين الانتراميليكولر اتراكشن فورس قوة الجذب الداخلية المحاضرة السادسة اكوليبريم الاتزان يعني ايه اتزان عشان نعرف يعني ايه اكوليبريم خدينا نلاجع بسرعة ان احنا اتفقنا ان المادة بتتواجد في ثلاث حالات رئيسية صلد او ليكود او جاز صلب او سائل او غاز بيحصل تغير من فيز للتاني والفيز دوت او التغير ده بنسميه الفيز اتشينج تغير المادة من حال الى اخر بيسمى تغير في الحالة او تغير في الطور rate of transfer of matter سرعة تغير او تحول المادة او الطاقة or heat from one phase to another تغيرها من طور الى اخر لما بيساوي rate of transfer in the reverse direction لما بيساوي التغير في الاتجاه المعاكس في الحالة دي بيحصل اتزان يعني ايه الكلام ده يعني لو سرعة تحول المادة من صلد الى ليكود ساوت سرعة تحول المادة من ليكود الى صلد ده بيحصل عندي كده حالة اتزان بين الليكود والصلد طيب في مرحلة الاتزان زي ما قلنا عندنا مثال مشهور جدا لبنديل الطلبة الماء اللي موجود في البحار والمحيطات بنلاقي دايما ان هو حجمه ثابت ليه بالرغم ان هو في حالة evaporation باستمرار بتحصل عملية بخر بتنتقل الجزيئات من الحالة السائلة الى الحالة الغازية ولكن بتوازيها بنفس السرعة الcontensation او تكسيف البخار من الحالة الغازية وارجوعه مرة تانية الى الحالة السائلة في الحالة دي rate of evaporation سرعة البخر او التبخير تساوي سرعة التكسيف من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بنقول ان energy required to go from one state to another كمية الطاقة المطلوبة عشان ننتقل من حالة الى التانية اسمها insalby change بنسميها insalby change طيب ات اكوليبريا بقى في مرحلة الاتزان بتحصل عندي بعض العمليات اللازم نحفظ اسميها يعني ايه لو عندنا المادة وهي صلبة وعندنا المادة وهي سائلة وعندنا المادة وهي غازية التحول بتاع الخاص به التحول من صورة الى اخرى كل صورة لها اسم يعني من solid الى liquid بنسمي العملية دي melting انصهار من liquid الى gas بنسميه evaporation تبخير ومن solid مباشرة الى gas بنسميه sublimation او تسامي طب لو هيحصل العكس من liquid الى solid بنسميه freezing يعني تجمد من gas الى liquid بنسميه condensation تكسيف ومن gas الى solid مباشرة بنسميه deposition خد بالك ان evaporation والsublimation والmelting الجزء اللي بالاخدر دوت دوت بيكون delta h فيه اللي هو الانصالبي endosermic الانصالبي بتاعه بيبقى endosermic يعني محتاج درجة حرارة عشان يتم طيب الcondensation والfreezing والdeposition الجزء بقى دوت بنقول ان delta h بتاعته بي الماينس يعني endosermic يعني هو بيخرج كمية حرارة عشان الجزء ده يتم ناخد بالنا في التفرقة بين endosermic process وال exosermic process exosermic دي العمليات اللي بتخرج منها حرارة عشان تتم وال endosermic دي العمليات اللي بنحتاج لها حرارة علشان تتم